نكمل أخبارنا ونروح لنادي الزمالك والنهاردة مصطفى الشلبي وجه رسالة شكر لجماهير نادي الزمالك وإدارة النادي بعد انتهاء أزمته في الإمارات وكتب عبر ستوري على إنستجرام رسالة قال فيها أعظم جمهور رسالة إلى أعظم جمهور الكوكب كلام الشكر لا يوفيكم حقكم بكل الحب شكرا على وقفتكم دايما المواقف بتبين وانتم كالعادة دايما حاضرين ممتن لكل شخص حاول يتطمن وبشكر مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب ومجلس الإدارة واخواتي العبي الفريق الحمد لله ربنا يحفظ الجميع ده مصطفى الشلبي دونجة كمان وجه رسالة إلى جمهور نادي الزمالك قال الحمد لله أولا شكرا لكل جمهور نادي الزمالك العظيم اللي مهما تكلم عنهم مش هو فيهم حقهم على وقفتهم ودايما معدن جماهير الزمالك الأصيل بيظهر في المحن قبل الفرح شكرا لزملائي في الفريق شكرا للمجلس إدارة النادي بالكامل بكابتن حسين لبيب شكرا لكل فرد منهم على موقفهم الراعي الذي أثبت فعلا معنى أن الزمالك هو عائلة واحدة ولا نعود ربنا معك تمام كل ما بقى عايز علق في الحكاية دي أقول خلاص خلصت والأهم منها خلصت الأهم من هما وسط أهليهم دلوقتي والحكاية خلصت عشان الكلام فيها أكيد مش هيبقى كلام لذيذة بس مش عايز أنا أصلا أروح للسكة دي أصلا أنا عايزين الناس تبقى هادية وبس تركز في شغلها وبس كل حاجة بتبقى حلوة شو كامل عليبت الزمالي بقى؟ على كل الناس أي حد بيركز في شغله بس ما بيركز في حاجات تانية ربنا بيكرمه من وسع ويبقاش عنده مشاكل من أي نوع يعني شكرا لكم شكرا